في مسيرة الانفتاح على بيئته العربية ومحيطه الإقليمي وعلى العالم أجمع يستمر العراق بخطاه الواثقة نحو بناء علاقات استراتيجية وبما يخدم مصالحه العليا ولا يمس بسيادته ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره وتزامنا مع استكمال القوات الأجنبية من أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي انسحابها من الأراضي العراقية تتبدى علاقات جديدة وجدية بدى واضحا أن العراق ينتهجها لتعزيز وتمتين علاقاته المبنية على الاحترام المتبادل من ناحية وتمتين أواصر التعاون الأمني للوقوف في وجه الإرهاب والتطرف من ناحية ثانية وما زيارة وزير الخارجية الإيطالي لوي جي ديمايو إلى العراق ولقاؤه برئيسي الوزراء مصطفى الكاظم والجمهورية برهم صالح إلا دليل على تعاون مثمر يلوح في أفق العلاقات الثنائية والجمعية بين العراق وأشقائه وأصدقائه مراقبون يرون في زيارة الوزير الإيطالي إلى العراق خطوة إيجابية أخرى تضاف إلى رصيد الرئيسين صالح والكاظمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر